انضم لنا مرة أخرى من الجزائر دكتور محمد سي بشير الأكاديمي والمحلل السياسي أجدد تحية بك دكتور محمد وكان سؤالي لك دكتور بأن الجزائر الآن لازالت الأمور تحتاج للكثير من الضبط والاتزان كيف ترى الموقف الحالي بالنسبة لمطالب الشارع الجزائري وسط تأكيدات تأتي من الحكومة الجزائرية بأن هناك قرارات لتهيئة الأوضاع بالنسبة للمواطن وتحقيق الحياة الكريمة والمعيشة الجيدة لهم مساء الخير سيدتي مساء الخير يا دكتور أنا أظن بأنه للآن أصبح الطريق معبد لماذا بأنه للأسابيع الثمانية عشر التي خرج فيها الجزائيون في حراك سلمي حضاري وكان فيه تعامل كذلك حضاري من قبل المؤسسة العسكرية ومؤسسة الشرطية هذا أدى إلى أن الحراك ينضج سواء من خلال مبادرات تأتي من المؤسسة العسكرية أو من خلال مبادرات الحراك نعم وصلنا إلى تقاطع النقاط واتفاق على بعض الأمور خاصة الحوار التفاوض التسوية والتنزولات بشأن مصار الانتخابات ثم التوافق على أن الطريق يجب أن يأتي عبر مؤسسة دستورية شرعية ثم بعد أن يأتي الرئيس نقوم بتنظيم ندوى جامعة ممكن أن يخلد منها مشروع لطبيعة النظام السياسي المستقبلي وكذلك مشروع لجزاء المستقبل اقتصاديا سياسيا أمنيا واجتماعيا إذن الأمور مهيئة سواء من خلال تفهم مؤسسة العسكرية لمطالب أو من خلال حضارية وسلمية وعقلانية المطالب التي يطالب بها الحراك الآن الأمور بدأت تتضح بدأ الحراك ينضج بدأ يخرج حتى بعض الوجوه التي بدأت تقوم ببعض التصريحات تقدم بعض المبادرات بعض الأحزاب بدأت تنظم نفسها الأمور كلها تقريبا مهيئة الآن للذهاب بعد أشهر للانتخابات الرئاسية وبعدها سنمر إلى تنظيم شؤون سياسية ومستقبل الجزائر إن شاء الله إن شاء الله يتم تحقيق كافة المطالب للشارع الجزائري والاستقرار والسلام للجزائر دكتور محمد سي بشير الأكاديمي والمحلل السياسي شكرا جزيلا على وجودك معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي من الجزائر